سنوات من الجهد المضني قضاها هؤلاء الفلاحون في استصلاح أراضيهم المتواجدة على مشارف مدينة الأغواط بكل من الميلق وحمد والدخل وغيرها إلا أنهم حرموا من الاستفادة من الوثائق الإدارية التي تثبت أحقيتهم بها ورانا يمصلح حوالي 17 نقطار سمح حوالي 20 عام ورانا يمصلح هذه الأرض ورانا اليوم المشكلة تعنانا في الوثائق الفلاحون طالبوا بالإسرع في منحهم وقرارات الاستصلاح مما سيسمح لهم بتوسعة نشاطهم والاستفادة من البرامج الموجهة للقطاع بالجنوب خصوصا وأن غالبيتهم يحوزون محاضر معينة كان لأبن عن جد من وقت الثورة هم هنا في المناطق التوحم هذرهم يطالبوا بتسويط الوضعية تسويطوا الوضعية ما قلش أعطني أرض من جديد في الحقيقة من دارها كان لجان تقنية خرجت وعاينت وشافت ورها دارت كان لما حاضر إيجابية كان لما حاضر سلبية حوالي 600 فلاح على مستوى بلدية الأغواط على الأقل احنا نظن ما نظنش بلي هذه 600 كاملا ما هيش فلاحة حقيقيا تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 162 الصادرة في 2013 والمتعلقة بتمكين الفلاحين المستصلحين في إطار قانون 1883 من عقود الاستفادة هو كل ما يدعو إليه هؤلاء مشيرين إلى أن ملفاتهم مودعة لدى اللجان المختصة منذ عشر سنوات دون أن يتم الرد عليها نحوص التعليمة 162 التي جاءت عندها في عام لكن بلدية الأغواط اليوم منها هذا مكاشل يسويلوا الوضعية بعد الزيارة الميدانية والخدمة ولكن اليوم منها هذا مكاشل في بلدية الأغواط أما البلدية الأخرى كلهم دول وذا هي أراضي ورثها الفلاحون آبا عن جد وحولوا أراضيهم القاحلة إلى جنان بوسائلهم الخاصة دون الاستفادة من التحفيزات التي منحتها الدولة للفلاحين الذين أثبتوا خدمتهم للأراضي الممنوحة لهم منذ عدة سنوات ترجمة نانسي قنقر